ده ده الحبه المفهومين من كلامه ده فيه حبه قالهم في الاول خالص لأ حبت يعني هلفاطة كده انا عاوزك مش عاوز اقولك لو بتشرب سجارة هات كوباية قهوة لو ما بتشرب سجارة طفيها واقعد خد لك يعني شفطة قهوة كده وركز قوي مع الفتح السيسي في الحبه اللي جاين دول ازا فهمت حاجة ابقى اكتب لي كده على الصفحة يعني غلطان يا زوبع ازا فهمت حاجة هيقعد اقول اردع خمس تستور كده ومعاد طقم بقى الجديد بقى مش جنرالات بقى طقم بيدل بقى اهو الاعلام اهو ياسر رزق على مهلبية على مصطفى بكر كل مرة هتشوفهم يعني زبط نفسك واخد حباية الضغط وهيطلعوا له ايوة يا راشي الاستقرار النعيم الجنة هو يغلط وما يقولوا ايه يكملوا وما دول صحافة لأ دول تبلخان شوف السيسي انا حقيقة افهمت حتة لما بيقول ايه في التالي شور دول قطعوا الراس وهي الراس عبارة عن ايه الا الازرع بس لأ انت هتعبير جديد انت عبرك سمعت عن الراس يا الازرع لا بجد والله وستين في المية وهيرو الدستور طب انت غيرت الدستور بعد تلاتين يونيو وعدلته تاني ما انت عملت غير يا باشا هو انت فاهم ان الكلام انت بتقوله ده كلام بجد واهم حاجة الاستقرار والاستقرار بيقدي الى المدار انا اعزوا لك حاجة اه مهمة جدا اه انت معايا يا استاذ معايا في اللي انا بقوله طب انت اخدت بالك انا بقول انا اصد اقولي يعني اه الموضوع لما دخل في بعضه وبعدين اتخلي بالك يناير وبعدين رحنا من يناير على الاستقرار طلعنا من وبعدين ستين في المية غيرت الدستور وبعدين ايه يا عم ده ايه الحلزونة يا اما الحلزونة تواهان فالزار هنرجع تاني ان واحد يقف يمليه لازم يحط ايه سماعة ويقول له ركز يا ابو يا الله خرب بيتك ده يعطينا ايه اللي بيحصل ده لكن ده النسخة الجديدة اهم حاجة الصور دي شوف الصورة دي ومصطفى بكر يوقف وراه والاخ اه ابو بدلة ده معرفش مين ده بيطلع برضو مع جوح سين ابو بدلة فتحة ده ده جوح سين بيطلع عينه ده اه والليسي وآآ شوكة تديهي وكم واحد لا انت تجيب الصورة التانية بعد ازنا حرك 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 الفيديو شوية على الجنب كده هتلاقي كم لطخ واقفين على ايه حياة ده سيبا اكون ده طيب الطلعة الجديدة دي ليه علاقة بالتغييرات انه ايه اظهر وطلعة الجديدة تطلب ان نتكلم عن قطاع الخاص وتعالوا واشتروا وخدوا بالمفتاح وعندنا مشاريع جاهزة كان ده قالوا قبل سنتين بالمناسبة مش اول مرة لكن خليه هرتل